أهلا بكم مع مرور أول سبعة أشهر من العام الحالي سجلت مؤشرات أداء البنوك تحسنا مقارنة مع نهاية العام الماضي بحسب ما أعلن البنك المركزي الأردني أبرزها ارتفاع حجم التسهيلات الإتمانية خاصة المقدمة للأفراد أولى هذه المؤشرات ارتفاع إجمال الودائع لدى البنوك المرخصة في الأردن بنهاية تموز بواقع مليار ومئة مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت ثلاث واصلة واحد في المئة عن نهاية 2020 البيانات أظهرت أن القطاع الخاص استحوذ على 92% من إجمال الودائع لدى البنوك بنهاية تموز فيما بلغت حصة القطاع العام 6.7% وقل حصة لمؤسسات مالية غير مصرفية بنسبة 1.1% وفي مؤشر آخر على تعسن أداء البنوك ارتفع إجمال القروض التي منحتها البنوك للقطاعين العام والخاص في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنحو 30 مليار دينار أي بواقع مليار ومئة مليون دينار عن نهاية العام الماضي أما أكثر الجهات حصولا على تسهيلات من البنوك القطاع الخاص بحصة 27 مليار ومئة مليون دينار بارتفاع 3.6% عن نهاية العام الماضي ثم القطاع العام بحصة قاربة ملياري دينار بارتفاع 5.2% وثالثا المؤسسات العامة بحصة 668 مليون دينار بارتفاع 18% وأخيرا المؤسسات المالية بنحو 131 مليون دينار بارتفاع 1.2% وقطاعيا فإن أكثر القطاعات حصولا على تسهيلات منكية بنهاية تموز قطاع الانشاءات بالمرتبة الأولى بحصة 7.7 مليار ومليون دينار بنمو 6% عن نهاية العام الماضي ثم الأفراد لغايات استهلاكية بحجم 6.9 مليون دينار بزيادة 6.2% ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بقيمة 4.7 مليون دينار بزيادة 8% وقطاع التجارة بحجم 4.4 مليون دينار بتراجع بنسبة 2.3% وأخيرا قطاع الصناعة بحجم 3.6 مليون دينار بارتفاع بلغ 2% إيجاد منتج سياحي جديد لمدينة العقبة يتمثل بالسياحة العسكرية توصية خرج بها مؤتمر توثيق مسارات الثورة العربية الكبرى ووضعها على الخارطة السياحية عميد كلية السياحة بالجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور إبراهيم ببابو قال إن توثيق مسارات الثورة العربية الكبرى أحد الوسائل الهامة لعملية التخطيط السياحي كون العقبة تحظى بمواقع مهمة أبرزها المتحف العسكري تحت البحر بالإضافة إلى مركز انطلاقة الجيوش العربية خلال الثورة العربية الكبرى بالإضافة إلى قلاع وحصون تحت ضنها العقبة هذا المؤتمر يختلف عن بقية المؤتمرات أنه يأتي بمخرجات تطبيقية حيث تم هذا اليوم إطلاق المنصة الرقمية لتوفيق مسارات الثورة العربية الكبرى ونمذجتها رقميا وإطلاق التطبيق الهاتفي هذا النوع من السياحة الجديدة الذي يسمى السياحة العسكرية هنا نعمل على إضافة منتس سياحي الجديد على خارطة السياحة الأردنية لاستقطاب السياح على المستوى الدولي والعالمي إضافة إلى تعظيم موروط الحضاري والثقافي بالحفاظ عليه بشكل مستدام للأجيال القادمة من خلال ربط هذه المنصة الرقمية بموقع وزار التربية والتعليم وربطها مع مناهج وزار التربية تنفيذا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية عقد فريق عمل برنامج التشغيل الوطني أولى اجتماعاته والذي يضم عددا من الوزارات ومؤسسات عامة والقطاع الخاص وزير العمل يوسف الشمالي قال إن الاجتماع يأتي لوضع خطة تنفيذية للشروع مباشرة بالخطوات العملية للوصول إلى أهداف البرنامج بتشغيل مائة ألف مستفيد ضمن الإطار الزمني المعلن لتطبيقه وجاء برنامج ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل وخصص له 80 مليون دينار أول مرة يعني بتاريخ الحكومات بتم تخصيص مثل هذا المبلغ لغرض التشغيل ما هو مطلوب من الخمس قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية الموجودة في المملكة هو تحديد للإحتياجات اللي مطلوبة خلال مرحلة القادمة الإحتياجات اللي راح نقدم الدعم لإلها سواء كان دعم راتب أو دعم ضمان أو دعم نقل ومواصلات أو إن ندرب شباب وشبات أردنيين للإنخراط في فعاليات القطاع الخاصة نحن اليوم همنا الأول كيف نحافظ على المؤسسات قائمة وأن تبقى مستمرة حتى تحافظ على موظفيها بعد إلغاء قانون الدفاع وهذا تحدي خطير لأنه نسمع من بعض الزملاء أنه هو دخله تراجع لكنه أبقى على موظفينه وهذا كلفه اليوم طالبنا اليوم أنه هذا برنامج وطني وهذا واجب على القطاع التجاري أنه يكون شريك فيه لكن نريد إجراءات أو برنامج يساند المؤسسات المتضررة على غرار معظم أطراف الأوساط المالية تواجه المصارف المركزية ارتفاع المخاطر على الاقتصاد جراء الاحتراز المناخي ودأت بعض البنوك المركزية خاصة الأوروبية إعلان تداخلها في قضية التغير المناخي لما تسببه من عواقب مباشرة مثل استقرار الأسعار وانضم العديد من البنوك المركزية إلى شبكة المصارف المركزية التي تجمع اليوم 95 مصرفا مركزيا وهيئة رقابية من أجل نظام مالي مراعا للبيئة وتم اقتراح اعتماد عمليات تمويل بدون فوائد لهيئات إقراض تمول بدورها أطرافا اقتصادية مشاركة في مشاريع من أجل البيئة من أجل البيئة من الأجل المركزية من أجل البيئة قرضي تقصادية مشاركة بالنصارف منief كل الاستعار كنت، المناخي كل شهور من الأجل المت dimension على زشيارة من أجل العنية